كيفش كانت الأحزاب قوية؟ كانت هي كتتاخذ على الدولة كان النهار في 1994 من اللي قضية الفساد في السلطة مع الكوميسير تابت كيفش استأسدت الصحف الحزبية وكيفش كده تعتبر هذا مجال النظام؟ لماذا؟ لأنها اندهاش تابت داخلها لأنها تعتبر رصاء محمية وعندها قضاء أيضا حينما كان يتم الكشف عن فساد القضاء أو فساد كذا أو في أي مجال كانت النخبة الحزبية آنذاك تعبر وتنتقيد النظام كذا وتعتبر هذا فسادا لماذا؟ لأنها كانت عندها وحد شوية المناعة اليوم الدولة وتقارير المجلس الأعلى أكبر مثال على ذلك هي تتكشف الفساد الموجود في الأحزاب وفي الأرقام، اليوم ده باب الأرقام تقول لك ودوز لك الكونت ديالك هاش حال من المليار؟ أو حال من المليون؟ وأنت وفي الأرقام، لا أعطي سينا شهادة آخرها مجال الدراسات والأبحاث يعني هذا أين هي المناعة؟ ما بقاش بقاش المناعة ديال الملعب ما نديرش فيه ده كان الناس كانوا يقولوا لدينا زعمة ما نبغي نشي تلقوم للأحزاب أوكي، بيني وبينك واش غي تلقوم؟ ما نبغي نشي تلقوم زعمة؟ هذا ببعض دول خطأ راه دوك اللي يجيين من وراهم راه أخطار راه ما عندناش هادك الوازع الأخلاقي ديال العفة عن الملعب بستناء ما يمكن نقول لك بأسماء اللي بقاه فيارش حال ساسيب حال نزال باركة نفسه اللي خرج من الوزراء ومع ذلك ما كاش بوحده من الوزراء ما كياخدش الفلوس ديال الوزراء كان كيكتفي بالمنضى دياله يعني بعد هاد الرموز اللي كان ما نختلفوا حولهم نبينا موني الملكان واخر نختلفوا معهم وكذا هذا حقنا ولكن لا أحد يمكنه أن يشير إليهم بسوء فساد أو بأنهم مدوا يدهم على المال كان قليلاً أو كثيراً نحن تسرقاً ركالك يقولوا هل يصرق بيضاء يصرق عجل يعني اليوم على من نأتمين المسؤوليات ديالنا على من نأتمين مصائرنا حقيقة أن هذا الوضع الحزبي أنا كترحوا لي السياسيين كدير كدير الصحافة تنقول لي هون بحالها بحال السياسة حيث ممكنش تحملوا المسؤولية كي الناس بغين أو تاني يجلدوا الصحافة كذا لأنه لا رأي الصحافة ضعفات حينما أصبح مصادر وخبارها من السياسيين صغار وغطسين في النميمات الصغراء ماشي من النوع اللي كان كيعطيك المعلومة كيعطيك معها تحليل كتكون جيغي على ربع ساعة ديالس مع السيد تتولي قلس مع ساعتين بدك يشدك بالتحليل يشدك بقوير الأفكار الذي يعطيك وكينور لك الطريق اللي تهتك انسبغيك باش ندير ثلاثة أو أربعة ملفات تحلم بيوم أنا كان سيتمس مع ناس سياسيا اليوم كان استحي حقيقة أنا كان صارغ وليس يريد أن يعطي الضوء في القديمة السياسي الكبار قلسوا معهم وليس يريد أن يعطي الضوء لأنني كان استبدو كان كان أخطيه يريد أن يريد أن يعطي أن يتمسين حين تعليش لا يضيف لك جملة ليس يعني ولا عنده الخبير ولا تنميمات داخل الحزم ولا مصادر الخبر ولا تنميمات صغرى فهذا كله تعطينا أنه نحس بأن المستوى السياسي دينا ضعف وهزل المناعة تجاه الإمساك بالمسؤوليات وكذا ما مديوره من أجل الدفاع عن خيار إديولوجي أو تصور بل مديوره فقط على البلايس في ذلك كتشوف المؤتمر الدين النفط دي ما فيها ولا تراشوق وصل قاع الغريزة كتبرز بقوة أن الناس كيدرزوا بقوة بالمشادة بالعنف وهما تقولوا الديمقراطية والحوار لماذا؟ حيث ولات المصالح صغيرة ولات المصالح ليس فكرية سوف نديروا صولات وجودات الفكر ونديروا صولات وجودات تناظر لا لأنه فقط المصالح الصغرى يجب أن يكون تما لأنه يدعم الدولة يدعم الملعام يدخل سوف نشدهم ليس لأنني قوي دي بالآن لدينا واحد من المسلسل دي تسلسل البلادة تناسل البلادة والرداءة في أحزابنا كي يطلع واحد غبي بين قوسين قليل خبرة يعني يحيطوا بي منهم أقل منهم باش يبقى عندهم في السلطة عليه وهذه الدكتورة يدعم الأتباع بأقل واحد من المسلسل في درجات الدنيا دي التفاع ودي الرداء اللي هي حقيقة يؤسف لها وكن أعتقد أنه كين وعي عام وكن في خطاب جاء تقول بأنه أنتم مالي المواطن مالي ما تقش فيكم ما تكذا ما تقصدني أنا مباشرة يعني كماليك لذلك ما تقال لي ما تقول يعني رأى خطورة الأمر أن نكون في قطول المصداقية كيف تحولنا في عشرين عام بعدما كانت الأحزاب تقول الدولة أنت ما أنك شو المصداقية؟ قلت المصداقية قلت بحل شي شي معلم تقريد الدروس شتيعت الدروس وهذه كل الأحزاب بحل قسيم بحاجة لمد يأكلون التباشير يعني لا أحد من زعمائنا بالستناءات قليلة لديه فكرة واضحة في ديني عن مشروع المجتمعي لا مؤتمر من المؤتمر يهتم بوثيقة توجيهة نظيرية لما يجب أن يكون عليها المغرب أو لا تلعنا شنو غن دروف الصحراء وشنو غن دروف الميناء المتوسطي والاقتصاد والتجارة وكذا وكذا تهو الحمد تسرعوا في الجنة وحدة هي الجنة القانون الأساسي واللجنة النظيمية تهية شوية لماذا؟ حينت هذه اللي تفيلتري اللي غايجي يحكم غن دا ما الوثيقة تأسي سيعطية داكاتيران اللي يأتيوا من جامعها والأساسي داكاتيران اللي يأتيوا من نقاش وكذا والصحفيين هم المشغيبين ليهم أعطيهم رئيس لجنة الستراتيجيات لكبرها في مجال التربية في مجال السياسة في مجال كذا ومعهم يأتيوا بكايلة استراتيجيات ولهم يحزنوا نضينا التنظيم ونضينا داك شي اللي يبغينا التنظيم ونطوع الأعمار قبل ما تخرجوا لا تنسا أبونا ه Green F1 وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية قبل ما تخرجوا لا تنسا أبونا ه Green F1 وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية